السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزائي طلبات وطريبات الصف الثالث الاعدادي. موعدنا نهر ده ان شاء الله تعالى. محل ملحق الكتاب الخاص بالازهر الشريف. الازهر الشريف. نبدأ بسم الله. يعني انهي المحادثة التالية بين المساعد. اه وطبعا سائح. فبقول له السائح بيقول. او السائح يعني سائح يريد ان يسافر الى مدينة الاقصر. فالسائح قال له يعني مساء الخير. فالسائح قال له يعني مساء الخير رضع لي التحية. فقال له سؤال. فقال له الى الاقصر. فقال له طبعا هو بيقول له انت عايز تعمل ايه? فهو طبعا في السؤال في بداية السؤال هو بقول له انا عايز نسافر الى الاقصر. يبقى انا اريد انه نسافر. طبعا انا جيبت طبعا الاجابة من فوق. اه لان رأس السؤال ده مهم في ايه الديالوج او المحادثة. بالطبع فسأل السؤال قال له انا عايز تلات طبعا تزاكر من فضلك. يبقى بيسأله عن في عدد تحت. يبقى بيسألهم العدد. كم عدد التزاكر اللي انت عايزها. يبقىdir. كم عدد التزاكر اللي انت عايزها. هداة الاستفهام. طبعا ها وميني بيأت بعد منها اسم جمع يعد. وطبعا عندي في المازر يبقى اعايز الفعل دو. والاي تحولة لو. وتطلع زي ما هي. يبقى كم عدد تذاكر اللي انت ايه تريدها? فقال له انا عايز تلات تذاكر في مفضلة. قال له يعني طبعا دولت بكم? بميت جنيه. اللي ايه? اختصار لكلمة ايه? اه جنيه. جنيه مصري. اه توريست السائح فسألوا سؤال فالاسيستنت قال له القطار القادم. اه ليفز يغادر في خلال ساعة. فطبعا ما يقول له امتى? طبعا ده زمن. او وقت فيقول له امتى? ادا تستفهم وين? معناها متى للزمان. وطبعا عندي الفعل المساعد اللازم. طبعا يعتمد على الفعل اللي تحت. الفعل عندي ليفز به اس. يبقى الفعل المساعد يكون ضز. ونكتب ذا ترين. ذا نيكست ترين ليف. ذا نيكست ترين. طبعا ده الفاعل. والفعل في المصدر عندي ليف من ليفز. يبقى تاني. اداة الاستفهام وين. ده بقى السؤال عن الزمن. عند الفعل ليفز به اس. يبقى نجيب الفعل المساعد. وزا نيكست ترين. ده الفعل نبدأ نطلعه زي ما هو. وبعدين نجيب الفعل في المصدر ليف لان ده سؤال. وين دوز نيكست ترين ليف متى اه سيغادر القطار اه التالي? فالأهل وحيغادر في خلال ساعة. number two number two right what would you say? ماذا تقول? in each في كل of following situations في المواقف التالية. number one you introduce your friend to your uncle. انت عايز تقدم صديقك الى اه طبعا عمك او خالك فتقول له مسلا هذا يكون صديقي فلان الفلاني. this is my friend علي. this is my friend. this is my friend احمد. اه بقى لجابة عندي this is my friend. number two you ask your friend بتسأل صديقك. اه طبعا اه هنا بتسأل صديقك. اه you ask your friend طبعا انت بتسأل صديقك to tell انه طبعا يخبرك about his او hair worries طبعا لماذا هو قلق. عن ما هو قلق. عن ما هو ايه قلق او عن ما هي قلقة. فبتقول له what's wrong with you? ما بك او ما المشكلة معك. فبتقول له what's wrong with you? what's wrong with you? او ممكن تقول له why are you worried? where are you worried? يعني لماذا انت قلق. number three two the correct answer from a b c or the number one young people usually have more space than all the people. الشباب الصغيرين عادة بيكون عندهم اكتر ايه? من الشباب الناس الكباري بيكون عندهم انرجي طاقة ما ينفعش الكتريسيتي كهرباء تلوث وطائبة. الاجابة الصحية عندي انرجي طاقة. number two i bought this quote. add five percent space it's half price. it's half price. يعني اشتريته بنص طبعا السعر يبقى طبعا كان عليه خصم خمسين او عرض اللي هو sale. يبقى هنا الاجابة number c طبعا الاجابة الصحيحة. number three i don't want to go to space of those two stores. من هذين المتجرين اللي تسقطوا هوم يا ينزل للمنزل يعني. انا طبعا لا اريد. لا اريد ان طبعا ايه? اه ان اذهب الى ايه? اي من او كلا من ايه? هذين المتجرين. يعني يبقى ايضر ايضر او لاني طبعا عندي دوانت ينافي. يبقى انا ايضر. انا اي خددا ايضر لاندي عند دوانت. oh you don't want to go to either of those اي من او كلا من. من ما اي ماء امين. i mean those two stores let's go to. or let's go home. ينزل لمنزل. عايز يقول كام عدد المرات اللي المدرس بطبعا مدرسك او المدرس الخاص بك شرح اه درس ايه القواعد او ايه درس القواعد طبعا الكلام في المدارع التام هنا طبعا والتصريف التالت للفعل طبعا يبقى هنا هنا فعل ومساعد لان طبعا الفعل عندي مفرد والسؤال في المدارع التام طبعا والتصريف التالت للفعل عندي طبعا يعيش طبعا يعيش في طريق بعيد عن المدرسة هنا long way from the school it takes an hour from him to space home يعني طبعا بيستغرق ساعة للوصول ايه from him to space طبعا عشان يصل للمنزل يبقى هنا get home يصل للمنزل بدون حرف جر get شايفها go to ولا get to ولا arrive in هنا طبعا get home على طول يعني يصل الى المنزل اللي جابة الصحيحة عندي ايه طبعا هنا عشان وقت الفيديو هنجاوب على طول عشان وقت الفيديو طبعا القراءة مهمة جدا وكمان مفيدة طبعا عندي لان وطبعا نجيب الاجابة من القطعة نبدأ طبعا من طبعا السطر الاولاني يعني انها بتعطينا بتعطينا ايه because it gives us the طبعا chance the chance to think and dream كمان تدينا الفرصة لكي نفكر ونحلم يبقى it gives us وكمان برضو it provides بتزودنا provides us with a lot of information وكمان بتزودنا بالكسير من المعلومات يبقى عندي طبعا من اول give us لحد كلمة information المعلومات اللي هي طبعا في السطر التاني دي ايجابة number one دي اهمية القراءة وافادتها والمفيدة. عندي number two why do students او ليد طلاب read بيقرأوا طبعا. ليد طلاب بيقرأوا. احنا من الطلاب بيقرؤوا طبعا عشان يذكروا كمان نبحثوا. يبقى students read for their study كمان لمذاكرتهم بيقرأوا طبعا عشان مذاكرتهم. وكمان للبحث. يبقى الليد الطلاب بيقرؤوا طبعا بيقرؤوا عشان المذاكرة بتاعتهم وكمان البحث. يبقى طبعا عندي اجابة نمبر نبدأ عندي هنا طبعا هو هنا بيقول لك للعمل. دي اجابة نمبر الطلاب يقرأوا لي المذاكرة والبحث. دي اجابة نمبر اما نمبر ثري كيف يمكننا او نستطيع ان نتذكر الذي نقرأه. اه طبعا هنجيب الاجابة من القطع نمبر ثري. عندي طبعا في اه يبقى عندي هنا طبعا اه اجابة اه نمبر فور. اه طبعا تشير الى الناس. لان في ناس طبعا بتقرأ للقضاء الوقت الممتع. وفي ناس بتقرأ للعمل وفي ناس بتقرأ للمذاكرة. اه نمبر اه فايف السعادة او المتعة. بتغطي طبعا معنى كلمة معنى السعادة او المتعة. معنى 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 مناقشة. الحزن طبعا مش هينفعي بالاجابة عندي به. نبدأ ننزل تحت عندي نمبر بعد الادوات او العناصر التي تمتلكها في مطبخك. انا نبدأ نسيب مسافة وعد الكلمة ونكتب جملة افتتاحية. نبدأ نكتب في السطور التالية. انا سوف اتحدث عن some items that I have in my kitchen في مطبخي اللي انا امتلكها في مطبخي. I have. ابدأ سيب مسافة وعد الكلمة. واكتب اول جملة. طبعا ابدأ بآ بآ او الحرف وفي نهاية الجملة بنضع. I have some items. انا لدي بعض الادوات in my kitchen في مطبخي. I have a cattle. انا عندي غلاية. اول بتستخدمها مثلا it makes a coffee. بتصنع لي او آآ آآ الاهوة. كافي الاهوة. نبدأ نوصف التلاجة. the fridge. التلاجة keeps the food cool. كمان بتحافظ على الطعام بارد. we use mixer. واحنا بنستخدم طبعا mixer الخلاط to make juice عشان طبعا نصنع العصير. these items. هذه الادوات. these items are important. are important. آآ وبكده نكون وصلنا على نهاية الفيديو. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. الى لقاء في فيديو اخر بإذن الله تعالى مع تمنيتي بيدكم بدوام التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.